اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده القانون في 360 على المجموع الكلي. يبقى زوية القطاع بيساوي ايه؟ قيمة القطاع في 360 على المجموع الكلي. لو احنا عارفين ان المجموع زواية الدائرة 360. طب تعاني نشوف مثال. يقول ايه؟ مثال. اليك صدرات جمهورية مصر العربية للفواكه. مطلوب تمثيل في شكل قطاعات دائرية. النوع مانجو قيمة الصادرات 250. البرتقال 120. الخوخ 80. العنب 50. الموز 100. والمجموع 600. عاوزين نمثله في شكل قطاعات دائرية. اول حاجة لازم انا عرف ازاي اعمل قطاع دائري. القطاع دائري هعمل زاوية القطاع. اول حاجة اقول زاوية قطاع المانجو. بعد كده زاوية قطاع البرتقال. بعد كده زاوية قطاع الخوخ. بعد كده زاوية قطاع العنب. بعد كده زاوية قطاع الموز. طيب. لو بصينا هلاقي ان زاوية القطاع بقلنا هنا. هتساوي قيمة القطاع في قيمة القطاع هنا 250. في 360 على مجموع القطاعات كام? 600. طيب البرتقال اللي 120 في 360 على مجموع 600. التالتة 80 في 360 على 600. الرابعة 50 في 360 على 600. اخر واحدة الموز 100 في 360 على 600. تعالنا نطلع نواتج بقى على الآلة. الطالب بيعملها على الآلة غلط. لازم نعملها على الآلة اقول ان في بسط المقام هقول 250 في 360 على 600. هيطلع معي الناتج 150. يبقى اول حاجة 150. طيب التانية. 120 في 360 على 600. هيطلع معي الناتج 200 في 360 على 600. التالتة 80 في 360 على 600. هيطلع معي الناتج 200 في 360 على 600. 300 هيطلع معي الناتج 200 في 360 على 300 على 300 على 600. لم نجمع القطاعات دي لازم ان في الاخر يديني كام؟ 360. اللي هو مجموع القطاعات. مجموع القطاعات عندي لازم ان يطلع عندي 360. اذا هنا مجموعة القطاع اول حاجة 150. ثاني حاجة 72. ثلاث حاجة 48. اخر حاجة لعنب 30. الموز 60. مجموعه 360. تعاين نرسم الدائرة. هنرسم الدائرة ازاي؟ الدائرة شرط الطالب مش احنا مش عاوزين ان الطالب يرسم دائرة برجل او حاجة. هي موضوع كله يعني ايه تقريبي. انا هرسم دائرة. بالشكل ده مثلا. اهو. اهو. اي شكل. وحط نقطة منتصف. نقطة سبوء. المركز. تعال بقى ازاي نوزع القطاعات في الدائرة. تعال انا اول حاجة عندي 150. انا مجموع زوايا الدائرة 360. تعال انا نقول 150 ايه مثلا. ايه. كله يخرج بالمركز واحد. ادي 150. وهو سميه ده مانجو. عشان انا بفهم اللي قدامي انه مساحت المانجو قد ايه. انا برس المساحات. طيب البرتقال 72. تعال نعملها 72 بالمنظر ده كده. 72. وسميه برتقال. طيب تعال بعد كده 48. 48 اصغر شوية. 48 وسميه خوخ. طيب بعد كده العنب. اصغر حبة بسيطة خالص. واقول هنا 30. وهنا العنب. وهنا مساحة 60. وهنا اوليه مقص. احنا قلنا هنا ان الدائرة لما رسمتها كانت مساحتها كلها تقريبية. وليست بمرجأ بالمنقلة والبرجل. هنا الطالب مش عليه انه لازم يبقى عارف ان المساحات بالضبط. انا شارس مهندسي. انا عاوز حاجة تقريبية. عفن 150 المانجو اكبر من البرتقال. اكبر من اللقوق. اكبر من العنب. والموز اكبر منهم. اذا هنا لازم يبقى الطالب فاهم ان القطاع الدائري مش صعب ان انا ارسمه. القطاع الدائري ازاي يحدد القطاع. ازاي يحدد الزاوية. وازاي يحدد الحاجة تانية. نتنقل لحاجة تانية. نبصوا مع بعض كده. مثال تاني. المضلع التكراري. ايه هو المضلع التكراري. المضلع التكراري. هو خط منكسر يصل بين نقطتين كل نقطة منها تمثل مركز فئة من فئات التوزيع كل نقطة منها تمثل مركز فئة من فئات التوزيع طبا مركز الفئة اللي هو سين ده سين ده نتكلم عليه ووضوح كبير قوي سين ده فيه فرق بين سين وسين بار ننقلب نほど على سين بس بداية الفئة زايد نهاية الفئة على اثنين مركز الفئة يساوي إيه؟ بداية الفئة زائد نهاية الفئة على أثنين طيب إزاي نرسم مضلع تكرير؟ احنا نتناوله بعد كده إن شاء الله في المحاضرات القادمة في دروس أخرى تعالي نشوف مثال يقولين فئات 15, 25, 35, 45, 55 التقرار 2, 8, 15, 5, 4 المطلوب تمثيل البيانات في شكل مضلع تكريري إزاي يرسم في شكل مضلع تكريري؟ عشان نرسم في شكل مضلع تكريري لازم نحدد مركز الفئة احنا قلنا مركز الفئة بيساوي إيه؟ بداية الفئة زائد نهاية الفئة على أثنين وخدنا قبل كده إن فيه أنواع الجداول فيه جدوى المنتظم وجدوى الغير منتظم وجدوى المفتوح وجدوى المزدوج وإنا هنتناول المنتظم والغير منتظم والمفتوح هذا العام تعالي نشوفها الأول قبل نرسم المضلع لازم نحدد مراكز الفئة ده أحدد مركز الفئة إزاي؟ هتحدد مركز الفئة زي ما هو أعمل دلوقتي بالظبط هترسم معايا جدول بسيط قوي مش أي مشكلة ثلاث خانات أهوت نفوش أي مشكلة خالص تعالي عاية بقى هنسمي الخانة الأولى فيه فئات فيه معناها إيه؟ فئات ها تقرارات سين تعالي بقى نشوف فيه وكاف وسين بجيبهم السين قال لي فيه وكاف وسين عشان تجيبهم أول حاجة لازم تجيب تكتب الفئة الأول ها؟ بديني خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين خمسة وخمسة كده معنا الفئات كام ها؟ 15, 25, 35, 55 طب الكافة الدهالي 2, 8, 15, 5, 4 ماشي تعال نجيب سين بقى سين عشان تجيبها يسوي بداية الفئة زي نهاية الفئة على كام على 2 طب هقول كده يعني هقول كده 15 زي 25 على 2 15 زي 25 سامع طالب يقول لها يسوي 40 على 2 هيتساوي 20 إذن سين الأولين هي كام 20 هو ده جدوى المنتظم وانا مش منتظم ده جدوى المنتظم 15 25 طول الفئة 10 25 35 طول الفئة 10 لو مشينا هنكمل 30 40 50 60 إذن عندي هنا سين جبتها مركز الفئة الأولى 20 30 40 50 60 طب تعال نرسم المضلع التكرية طب المضلع التكرية بترسم على ايه اللي بترسم على مركز الفئة طب أول حاجة نرسم على مركز الفئة ازاي هنعمل محور محور قفق ومحور رأسي احنا عارفينه طبعا خدناه قبل كده قد المحور الأول وده المحور التاني واسميه هنا فيه وهنا سميه مركز الفئة أول الفئة عندي كام كانت عندي 15 التانية 25 التالتة 35 الربعة 45 الأخيرة 55 احنا أقبع عندي حاجة في مركز الفئة كام 60 ممكن نمشيها 10 20 30 40 50 إلى 60 تعالنا بقى نوصل لنقطة ببعضها أول نقطة عندي الخمستاشر طلع مركز الفئة بتاعها كام 20 دي نقطة دي النقطة الأولى طب 25 طلع مركزها كام قال لي تلع مركزها 30 Kapil 35 طلع مركزها كام قال لي طلع أربعين طب الخمسة وأربعين طلع مركزها كام قال لي 50 طب الخمسة وخمسين طلع مركزها كام 60 تعالنا نشوف كده التقرارات بتاعتنا صح الله حلط أنا عندي التقرار بتاع كل واحدة فيهم تاني. هعملها تاني. بص للطلبة معي هنا تاني. تعال نشوف حاجة. اهو التاني. هنعملها. مراكز الفئات. مراكز الفئات قلنا هنا عشرين. تلاتين. اربعين. خمسين الى ستين. طب اقبل تكرار عندي كام هنا. يبقى اتنين. هه. اربعة. ستة. تمانية. عشرة. اتناشر. اربعة. تاشر. وستاشر. قلنا مراكز الفئات. لما رسمنا على مراكز الفئات. هه. العشرين. معها كام اتنين. نقطة. الثلاثين. معها تمانية. اهي نقطة. الاربعين. معها خمستاشر. فو. ستاشر. بابين ستل الابعتار والستاشر. الخمسين. معها خمسة. والستين. معها اربعة. احنا بارسل مضلع تكراري. عشان ارسل مضلع تكراري. لازم انا اوصله بالنقاط بالمصدر. اهو. هوصل بالنقاط تاني. عشان نبقى الطلبة بشايفة. يبقى انت حضرتك شايف وانت باعد اهو. بالمصدر. طيب. كده اوصلته. كده مش مضلع. عشان اوصل المضلع لازم نقفل به على خانة المركز الفات. طيب. اوصله لازم نقفله كده. لازم بعد ما خلص. لازم نقفله. انزل منه. اهو. كده انت قفلته. كده اصبح مضلع تكراري. يبقى اسمه مضلع تكراري. بالمصدر. لازم نوصل نقطه بالايه? بالمصدر. كده اصبح ادي مضلع التكراري. طيب. تعال نشوف حاجة تانية. كده رسلنا مضلع تكراري. لو بصينا للحكل التاني بتاعنا. هنبص مع بعض كده. هلاقي ان المنحنى التكراري. ايه الفرق من المضلع والمنحنة. المنضلع بيوصل مقطتين ببعض. ماهي. ومنحنة بدي وصل مقطتين ببعض. طب عاوز اوصل مقطتين ببعض. هنا بالمصدرة اصبح مضلع. طيب. اه باليد اصبح منحنة. يبقى الفرق من المضلع والمنحنة المضلع يصل نقاطه بالمصدر ويتم تقفيله او تآفله في الآخر على مركز الفئات بينما المنحنى لا يتم اقفاله على مركز الفئات ولكن يتم توصيله باليد مثال المنحنى التكراري يقول مثل التوزيع المبين في الجدول التالي بمنحنى تكراري. دي الفئات خمستاشر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربين خمسة وخمسين تكرار أربعة تمانية خمستاشر خمسة أربعة تعال نشوف هنرسمه زي هنجيب المصطر بتاعتنا عادي ونسطر قبل ما اعمل المصطرة هعمل جدول من تلات خانات عشان اجيب مراكز الفئات واحد اتنين تلاتة واسمي الخانة الاولى فه كاف سين والناسين معناها مركز الفئة الفئة الاولى عندي خمستاشر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين خمسة وخمسين تمام طب كاف من الدهالي كام اربعة تمانية خمستاشر خمسة اربعة طب هنجيب مركز الفئة ازاي او انه هنجيب مركز الفئة ها هنجيبه هنجمع كل فئتين على اتنين خمستاشر زيت خمسة وعشرين ها قلتها بلي كده خمستاشر زيت خمسة وعشرين على اتنين هيتساوي عندي عشرين طب جدوى المنتظم ازود عشرة طول الفئة كام عشرة تبقى ثلاثين اربعين خمسين ستين اذا مركز الفئة عندي هنا ستين طب جبتها ازاي بص الفئة الاخيرة بالذات عشان اعملها هنا خمسة وخمسين ده جدوى المنتظم صح لو جدوى المنتظم هو بيزيد كل مرة كام عشر يبقى خمسة وخمسين الى خمسة وستين على مية لو مش بزود اللي مش بيديني القفلة بتاعت الجدوى انا بقفلها له لو مش بيديني القفلة بتاعت الجدوى اللازم انها ايه اقفلها اذا الجدوى البتاعي لو هو جدوى المنتظم مش بيديني الخانة الاخيرة مقفولة الحد الادنى والحد الاعلى بتاعها انا بزود حسب هو بيطول الفئة كام انا عندي بخمستاشر خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين خمسة وخمسين اذا انا هتنقل بخمسة وخمسين بعد كده خمسة وستين. تعالى نشوف هنرسم المنحنة الزي. هنرسم المنحنة بطريقة زي ما عملنا المضلع بالزبط. هنعمل محور التكرارات. ومحور الفات. هنا اقول مراكز الفات. وهنا اقول التكرارات. باهم. مراكز الفات قلنا هنا عشرين. تلاتين. اربعين. خمسين. ستين. كده جبنا مراكز الفات. التكرارات قلنا اكبر حاجة عندي خمستاشر. يبقى اتنين. اربعة. ستة. تمانية. عشرة. ناشر. اربعتاشر. الى ستتاشر. طيب. كده حددنا. تعالى نشوف هنرسم. هنوصل للموقت بعضها. قلنا مركز الفات العشرين معاها كام? قالت القرارات الاولية اربعة. هذه النقطة الاولى. اربعة. طيب التلاتين معاها كام? قال لي معاها تمانية. اهو. طيب الاربعين معاها كام? قال لي معاها خمستاشر. الاربعين معاها خمستاشر. بقى بين الستاشر والاربعتاشر. طيب الخمسين معاها كام? قال لي معاها خمسة. فوق الاربع وحاجة بسيطة. عود. طيب. الستين معاها آخر حاجة أربعة كده وصلنا النقط لو وصلتها بمسطرة أصبح ده مضلعة تكراري يبقى المضلعة التكراري لو وصله بمسطرة لو مضلعة تكراري هو وصله بمسطرة طب المنحنة التكراري لا ما يفعش أوصله بمسطرة بقاش في فرق كده بمضلعة لازما عشان أعمل المنحنة أوصله باليد تعال بصنا أوصله باليد أول نقطة ثاني نقطة هيت ثالث نقطة رابع نقطة خمس نقطة طب مستر انت قلتيني مرة اللي فاتت في المضلعة انت بتقفله ألا المنحنة ببتقفلش مضلعة بس اللي تقفل كده فرقنا بين المنحنة والمضلعة لازما نكون الطالب عنده وعي وفهم الفرق بين المنحنة والمضلعة عشان بعد كده مني نرسم هو الرسم اللي هيبقى عندنا أساسي رسمة المنحنة ماشي؟ إن شاء الله هنشوف مع بعض بقية الدروس تعالي اتنقل لحاجة تانية مقاييس النزعة المركزية إيه مقاييس النزعة المركزية؟ على فكرة أزمن الطالب أعارف إن مقاييس النزعة المركزية اسمها المتوسطات أو مقاييس الموضع عش لو جاءتك سؤال هل المقاييس النزعة مركزية لها كذا اسمها اسمها المتوسطات ومقاييس الموضع المقاييس النزعة المركزية في حاجة كتير هو الوسط الحسابي والوسيط المنوال وسط الهندس الوسط الطافوكي كتير بس احنا نتناول كل درس الوحد على حد اول حاجة هو المتوسط هل المتوسط هو الوسط لا المتوسط غير الوسط المتوسط عبارة عن رقم واحد يلخص ويصف خصائص مجموعة من البائمات ويعبر عنه المتوسط ايه هو هو عبارة عن رقم واحد يلخص ويصف خصائص مجموعة من البيانات ويعبر عنها طيب تعالى نشوف ايه هو الوسط الحسابي الوسط الحسابي هو موضوع المحاضرة اليوم تعريفه هو القيمة التي لو استبدلت جميع القيم المفردات بها لكان مجموحها يساوي مجموعة القيم الاصلية المفردات الوسط الحسابي هو تعريفه هو القيمة التي لو استبدلت جميع قيم المفردات بها لكان مجموحها يساوي مجموعة القيم الاصلية للمفردات اولا ايجادهم بيانات غير مبوابة لازم نبقى عارف ان الطالب ان انا هوجد كل الدروس بتاعتنا الفضلة يعني الوسط الوسيطة المنوال وسط الحسابي وسط الهندسة وسط التوافقي كلهم بيانات مبوابة بيانات غير مبوابة اذا ان علم الاحصى او احنا الموضوع المنهج السنة دي ايم على البيانات المبوابة والغير مبوابة وازاي اوجي كل درس فيهم من بيانات مبوابة وبيانات غير مبوابة انا في اول حلقة يعفر بلادات مبوابة وبيانات غير مبوابة سين بار سين بار بيساوي مجموع السين على نون اي مجموع القيم على عددهم سين بار قانونه ايه مجلس سين على نون اي مجموع القيم على عددهم تعالنا نشوف مثال وجد الوسط الحسابي من القيم الاتيئة اتناشر طمنتاشر عشرين خمسة وعشرين لوتين اول حاجة احنا قلنا هيدا ايجاد الوسط الحسابي من بيانات غير مبوابة. اول حاجة قلنا سين بار اسمعين بقى سين بار بيش ساوي. مجيسين على نون مجموعة سين على نون يعني. او خدنا وحنا صغيرين في العدادة دي مجموع القيم على عدده. موضوع سهل جدا يبقى الوسط الحسابي. مجموع القيم على عدده. طيب تعاني نشوف مع بعض مجموع القيم على عدده. اول مساء بيقول لي ايه? هقول سين بار تساوي. الحال عشان نحل بالمساء. انا عندي هنا القيم الدهالي اتناشر طمنتاشر. عشرين. خمسة وعشرين. تلاتين. عددهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى هقسم على خمسة. تعاني نشوفهم على القيمة بقى كده. اهو. ها نبسطه مقام اتناشر زائد طمنتاشر زائد عشرين. زائد خمسة وعشرين. زائد تلاتين على الخمسة. يساوي واحد وعشرين. كده اصبح سين بار بكام? بواحد وعشرين. دي بيانات غير مبابة. طب تعاني نشوف مثال تاني. اوضح مين? نوضح فيه اكتر من كده. واللي يوجد البسط الحسابي للقيم الاتية عشرين تلاتين خمسين عشرين. طب تعاني نبص مع بعض. نحله ازاي? احنا اتفقنا ان سين بار تاني هو تقولنا بيساوي مجموع سين على نوع. طب ازن سين بار تساوي. سين بار تساوي. اول حاجة عندي القيم الدهالي عشرين. تلاتين. خمسين. عشرين. عددهم كام? اربعة. بقول كده مع بعض. نعلى عمي على الالة. عشرين زائد تلاتين. زائد خمسين زائد عشرين. على اربعة. هيساوي عندي تلاتين. كده اصبح الوسط الحسابي بيانات غير مبوابة. ها? وانا عشرين ها تلاتين خمسين عشرين على اربعة تلع فيها التلاتين. طب تعاني نشوف مسال تاني. وقل لي مسال تلاتة. وخلي بقى الممثال ده اوي. مسال تلاتة بيقول لي بقى. مسال تلاتة بيقول لي ايه? ازا كان الوسط الحسابي بيساوي اربعين. اوقض القيمة المجهولة من القيم الاتين. ازا كان الوسط الحسابي يساوي اربعين اوقض القيمة المجهولة من القيم الاتين. دي ستين عشرين نقط خمسين عشرة. بقول لي عاوز القيمة مجهولة هنا. قيمة دي تساوي كام? قال لي قيمة دي تساوي كام. طب تعاني نبصوا مع بعض. نحلها زي. احنا اول حاجة لازم نبقى عارفين ان القانون بيقول لي سين بار يساوي مجموع سين على نقط طيب. هو ميديك سين بار بارة بكام بار باي يساوي. ميديك القيمة الاولى كام ستين زايد عشرين زايد نقط زايد خمسين زايد عشر. عددهم كام هنا خمسة. طب ازاي نوجد القيمة المجهولة. قلي بص بقى. لازم ان الطالب يقول. يبقى هنا اول حاجة عدد القيم. او مجموع القيم. مجموع القيم. مجموع القيم بيساوي. هضرب سين بار في عدد القيم. سين بار في عدد ايه القيم. سين بار عندي باربعية. في خمسة يداني متين. كده مجموع القيم بيساوي كام متين. طب احنا عندنا قيمة نقصة صح? يبقى اقول هنا. المجهول او قيمة المجهولة تساوي. هجمع ستين زايد عشرين زايد خمسين زايد عشر. نجمع القيم باربع قيم دول. ونطرح من المجموع القيم اللي هو كام متين. داني هون. هاو ستين زايد عشرين زايد خمسين. زايد عشر. ناقص الميتين. هيساوي عندي ستين. هيساوي عندي كام ستين. هيساوي عندي ستين. ازا هنا القيمة النقصة المجهولة كانت هنا كام ستين. طيب. كده اصبح المسألة مهمة جدا ازاي قيمة مجهولة من القيم الموجودة عندي. طيب تعال نشوف مسال اخر. قول لي مسال الاربعة. اوجد القيمة المجهولة لقيم الاتية عشر عشر عشرين خمسين نقط. علما بان الوسط العسابي يساوي تلاتين. تعال نشوف هنا. لازم من الطالب. انا برديك مسال واتنين وثلاتة عشان تفعرف تحل المسال ده. دي بيانات غير مبوابة. دي بيانات غير مبوابة. لازم من الطالب يبقى عارف ومتأكد ازاي اجيب الوسط الحسابي. مش سهل ان انا اقول مثلا ان المجموع ان الوسط الحسابي يساوي مجموعة قيمة علاقة. طيب. بكل ده الطلب عارفين. عاوزين يعرف ان الطالب المتميز. نفرق من الطالب العادي والطالب المتميز والطالب المتوسط. الطالب المتميز لازم يبقى عارف ان المسال فيه مثلة لازم ان يفكر فيها شوية. مش قول لي مرة انا هجيب سيمبر. لأ انا هديك سيمبر وانت اجيب القيمة النقصة. لازم ان الطالب يدماجه وتشتغل شوية. بقى الشيء. في الرياضة والاحساب مش شغل انها بقى حفز وطلقين. لأ هو فهم. الرياضة والاحساب ايمة على الفهم. مش ايمة على الحفز الخالص. لازم يبقى الطالب يبقى فاهم وهو بيعمل ايه. مثال تاني احنا هنرجع تاني لمسال ونقول في ايه. اوجد القيمة المجهولة لقيم الى دين. عشرة عشرين خمسين. في قيمة مجهولة ايه. ايمة بقى ان الوسط الحسابي يساوي تلاتين. تعالوا نشوف مع بعض. نجيب رسي. نفس اللي احنا حلنا. احنا قلنا اني سيم بار سيم بار بالسابر. مجموع سيم على نون. مجموع سيم على ايه? على نون. طيب. انا بديك سيم بار بكام? قال لي بتلاتين. طب بتساوي. عشر. زايد عشرين. زايد خمسين. زايد نقط. طب النقط دي احنا عندي كم قيمة كده? اربعة. طب قويس. طب نجيب هنا. هنجيب اول حاجة. مجموع القيم. قلنا مجموع القيم بيساوي ايه? مجموع القيم بيساوي. سيم بار في عدد القيم. هاو سيم بار بكام? بتلاتين. ها? فاربعة بمية وعشرين. تلاتين فاربعة بكام? بمية وعشرين. ازا المجهول هيساوي المية وعشرين. ناقص. عشرة. زايد عشرين. زايد خمسين. يساوي. تعالي نبص مع بعض كده. مية وعشرين. ناقص. عشرة. زايد عشرين. زايد خمسين. ايه في قيمة ناقصة لو مش متحلي. ودي مسئلة ممكن تيجي في الامتحان التي اللي لازم أني بيقى عارفها. وواسك منها ازاي اجيب سيم بار باكتر من طريقة. لو انا سيم بار مجهولة اعرف اجيبها. ولو قيمة من القيم مجهولة اعرف اجيبها. طيب احنا دلوقتي اخدنا لو سيم بار مجهولة ازاي اجيبها؟ ولو قيمة من القيم مجهولة ازاي اجيبها؟ تعالي نشوف مثال آخر يوضح نقطة جديدة أو حالة جديدة يقول لي مثال خمسة إذا كان مجموعة 6 قيم هو 72 اوجد الوسط الحسابي إذا كان مجموعة 6 قيم هو 72 اوجد الوسط الحسابي يعتبر دي مسألة كلامية مسألة كلامية وموضع امتحان على طول مسألة مثال المثال المهمة جدا للطالب لازم يبقى فاهم ويحدد هو أنهي نوع من الأمثلة ويقول لي إذا كان مجموعة 6 قيم هو 72 تعالي إن شاء الله معطيات كده هنمش مع بعض الفترة الجاية دي إزاي نطلع معطيات صح مجموعة 6 قيم إذا النوم بـ 6 نوم بكم بـ 6 هو مجموعة القيم بقى من الدهالك أو مجموعة سين كام 72 تعالي نشوف إزاي نجبه هو سين بار بيسوي قال لي سين بار سين بار بيسوي مجموعة سين على نون مجموعة سين على كام على نون طيب مجموعة سين على نون طيب مجموعة سين كام 72 طيب نون بكام بـ 6 72 على الستة فاكام في قبل 12 إزا الوسط الحسابي بيساوي 12 وسط الحسابي هنا هيساوي 12 طيب إزا هنا لازم نبقى الطالب فاهم ومتأكد وحاضر في ذهنه إننا إزاي أكتر من نسان بيانات غير مبوابة أنا هوريتك دلوقتي بيانات غير مبوابة الوسط الحسابي لو أنا اديتك قيم وتاخد وسط حسابي لو قيمها مجهول لو اديتك وسط حسابي ولو مجموعة قيمة وديتك وسط حسابي تعالي نشوف مثال بقى آخر عندنا هناخده دلوقتي يقول لي إيه إزا كان مجموعة عشرة قيم بتساوي 150 مجموعة عشرة قيم بيساوي كام 150 تاني إزا كان مجموعة عشرة قيم هيساوي 150 طيب تعالي بقى هنا هنقول كده الحل عشان أحل بسرعة هتطلع نون هنا بكام بعشر طيب مجموعة سين كام قال لي 150 طيب تعالي نهص مع بعض تعالي ننسين بارتو ساوي مجموعة سين على نون مجموعة سين كام 150 نون بكام بعشر أصبح سين بار بكام بخمستاشر سهلة هنا لازم نحدد إن عدم مجموعة عشرة قيم هي عشرة دي هي عدد نون ومجموعة القيم هنا كام 150 تعالي نراجع بسرعة كده على المثلة احنا خدناها في أول الحلقة يتقول إيه مثال اعتبر روحة بالنسبة لي ها أولتلك 20 خمستاشر ثلاثين أربعين خمسين سبعين والتلك يوجد الوسط الحساب الحل عشان الكلام ده أحقله لازم نعرف الطالب إزاي أجيب دي بيانات غير مبوابة ولو بيانات مبوابة لا بيانات غير مبوابة طيب احنا قلنا هنا إن سين بار تساوي مجموعة سين على نون مجموعة سين على إيه على نون طيب إزا بتساوي شد شرط الكاسة طويلة كده نجمع بقى راحتنا عشرين زائد خمستاشر زائد ثلاثين زائد أربعين زائد خمسين زائد سبعين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة يبقى على كام على ستة تعال بقى نعمل مع الأقل عشرين زائد خمستاشر زائد ثلاثين زائد أربعين زائد خمسين زائد سبعين على قلنا عددهم الكام عندي ستة. سبعة وتلاتين ونص. سبعة وتلاتين ونص. اذا الوسط الحسابي هنا في المثال ده بكام بسبعة وتلاتين ونص. اذا دي حالة الاولى. انا بنرجع تاني. انا قلنا الوسط الحسابي بيانات غير مبوابة من دنيا عشرين خمستاشر تلاتين اربعين خمسين سبعين دي بانات غير مبوابة. لازم الابطال دي اسم بلاد خام. يبقى هنا سين بار بيسوي مجموعة سين على اتنون. اذا مجموعة سين عندي من دهولين ها عشرين خمستاشر تلاتين اربعين خمسين سبعين على ستة. طب تعالي نشوف مسال تاني. مسال انا خدناه. بيقول ايه بقى? السنة اتنين. اذا كان الوسط الحسابي يساوي سبعة وتلاتين ونص سبعة وتلاتين ونص يوجد القيمة المجهولة بالبيانات الآتية. ومديني عشرين. نقط تلاتين اربعين خمسين سبعين. نحلها ازاي? ناخدناها دلوقتي ونالحل. هنقول ان سين بار تساوي. مجموعة سين على نون يساوي. تعالي بقى هنا. مجموعة سين على نون. طيب. هي سين بار مدهالي هاو. سين بار مدهالي سبعة وتلاتين ونص. طيب. يساوي. مجموعة القيم ها. عشرين. نقط. تلاتين. اربعين. خمسين. سبعين. على عددهم كان. واحد اثنين. تلاتة اربعة. خمسة ست. عددهم ست. قلنا عشان اجيب المجهولة اجيبه ازاي? اقول هنا. القيمة المجهولة. المجهول. او مجموعة. مجموعة القيم. مجموعة الايه? القيم. يساوي. مجموعة القيم هيساوي ايه بقى? سين بار. في نون. سين بار عندي بسبعة وتلاتين ونص. في نون. في نون بكام? بست. هضرب سبعة وتلاتين ونص. في ست. هيساوي مئتين خمسة وعشرين. مئتين خمسة وعشرين. طيب تعال نشوف حاجة. ازاي بقى نجيبه المجهول. 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 يساوي. انا مجدين مجموعة القيم. مجي القيم. ناقص القيم المعطى. القيم المعطى. الناس بتحب القوانين. انا بحب الناس تبقى فهمة. اكتر مجموعة القيم المعطى. مجموعة القيم الدهاني كان. مئتين خمسة وعشرين. ناقص. القيمة. عشرين. زائد تلاتين. زائد اربعين. زائد خمسين. زائد سبعين. طعا ما انا اميلها على الالة. يبقى مئتين خمسة وعشرين. ناقص. عشرين. زائد تلاتين. زائد اربعين. زائد خمسين. زائد سبعين. نساوي. هيساوي القيمة الناقصة هنا خمستاشر. ازا القيمة المجهولة عندي هنا خمستاشر. ازا جدنا هنا المجهول المسألة ديت عشان الطالب ببقى فاهم ومتأكد ازاي اشتغل على مسألة اكتر من نوع من نوع نوع المسائل. تعالنا بقى. نشوف مساء الاخر. هناخدنا دلوقتي الوسط حسابي. ولو قيمة مجهولة. وانا تاني. مساء تاني هوت. مساء الاخر. مساء تلاتة. مساء. تلاتة. يقول لي ايه? يوجد. الوسط المناسب. لمجموع خمس قيم. هو متين. ازا هنا بيقول لي اوجد الوسط المناسب لمجموع خمس قيم هو متين. الوسط المناسب. ايه هو الوسط المناسب بقى? هو. الوسط الوسط الحسابي بيساوي ايه? مجموع القيم على عدده. ازا نوعز من اعرف التعريف بتاع الوسط الحسابي. هو بيساوي مجموع القيم على عدده. يبقى الوسط المناسب. لما اقول لك مجموع خمس قيم هو متين. هتقول لي الوسط المناسب ساعتها. ان هو الوسط الحسابي. ليه الوسط الحسابي? الوسط الحسابي بيساوي مجموع سين على نون. مجموع سين على نون. او مجموع القيم على عدده. عشان نجيب هنا الوسط المناسب ازا لازم نجيب هو سissa بار. اه هنا نون بخمسة نون بكم بخمسة ومجموع سين ميتين مجموع سين ايه ميتين اذا هنا هقول سين بار يساوي مجموع سين على نون مجموع سين على ايه على نون يعني هيساوي ميتين على الخمسة ميتين على الخمسة في هالاربعين اذا سيم بار هنا هيساوي اربعين. اذا هنا جبنا سيم بار الحالة الاولى عن طريق عادي بدي بيانات غنبواب اجيب سيم بار. الخطوة الطريقة التانية خدنا ان سيم بار لو قيمة مجهولة. واناكد تاني عن نوع ده بالذات من مساكل. لو قيمة مجهولة ازاي نجيب القيمة المجهولة? اول حاجة نضرب ان سيم بار في نوع. عشان يجديني حاجة اسمها مجموع القيم. ازا لما اضرب سيم بار في نوع يديني مجموع القيم. ممكن ناخدها عن طريق مسلس. لازم نبقى الطالب فاهم ازاي اجيب التلاتة دولة عن طريق بعض. اهو تاني. تعالي نعمل مسلس كده. هنا مجموع سين. مجموع ايه سين. هنا نون سيم بار. لو انت في طريقة المسلس دية هنا. مجموع سين بيساوي ايه? نون في سيم بار. مجموع السين بيساوي ايه? نون في سيم بار. نون في سيم بار. يمكن ناخده بقانون القانون الاولاني ان مجموع مجموع السين يساوي نون في سيم بار. طب يمكن ناخده بقانون تاني? اه. هقول ان هنا ان سيم بار بيساوي مجموع السين. سيم بار بيساوي مجموع السين على نون. طب يمكن ناخده بقانون تالي. أوه. اللي نوب بتساوي مجموعة السين على سين بار. نوب بتساوي مجموعة السين على سين بار. طب تعالي نشوف مثال على القانون ده. احنا webster هنا مثال على القانونين دول. تعالنا نشوف مثال على القانون ده. ونقول عليه تاني مع بعض. مثال إذا كان سين بار بيساوي عشرين ومجموعة القيم هتساوي ميتين يوجد عدد القيم اللي هي نون بالحال تعالي نحل مع بعض عندين نحل مع بعض إن سين بار هتساوي عندي هنا كام عشرين ومجموعة القيم كام ميتين إذا هنا نون هنا هستخدم المثلث المثلث هرسمو لك في الجنب هوت عشان يبقى قدامك على طول إن مجموعة سين نون سين بار نون هنا هتساوي إيه بقى اللي هتساوي مجموعة سين على سين بار مجموعة سين كام مجموعة سين ميتين مجموعة القيمة اللي هو مجموعة سين على سين بار اللي هو كام عشرين هتطلع الناتج عندي عشر كده أكون قد انتهيت من هذه الحلقة أرجو من الله أن أكون وفقت توصيل معلومة وموضوع الحلقة النهاردة كان دسم خدنا في عرض البيانات الإحصائية في رسومات بيانية خدنا أول حاجة المطلع التكراري القطاع الدائري بعد كده المطلع التكراري بعد كده المنحنة التكراري واتنقلنا لحاجة اسمها المقاييس النزعة المركزية اللي هي المقاييس الموضع اللي هي المتوسطات وعرفنا الفرق بين المتوسط والوسط الحسابي وعكده أخذنا الوسط الحسابي من بيانات غير مبوبة إن شاء الله حلقة قادمة سنتناول موضوع الوسط الحسابي من بيانات مبوبة أرجو من الله أن أكون وفقت ووصلت المعلومة لأعزائي الطلبة شكرا لكم وإلى اللقاء إلى حلقة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة